ضربها على بطنها سوري يعتدي على صديقته الحامل في فيينا يعني مع الأسف لازم كل يوم والثاني نسمع خبر عنف وخبر ضرب وخبر خبط وخبر يعني واحد بيضرب واحد حامل يعني بصراحة ما بعرف شو هالمستوى العنف شو مستوى هالمستوى اللي وصل لإله البعض يعني وخاصة أن السوريين مع الأسف صاروا عم بيزينوا عم بيزينوا الأخبار النمساوية بشكل متزايد يعني فترة بتلاقي الأمور بتخفض فجأة بطلع عدة حوادث بوقت واحد هاد عد الموظفين وهذا ضرب واحدة على بطنها وهي حامل هداك التاني حرق المحل لأن يعني بصراحة اهدوا يا جماعة اهدوا يا جماعة اهدوا 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 هذا البلد ما في تسامح هاي البلد بتحملكم بتكبكن برا ما في مزح ليكو هاي الخبر الأخير اللي أنا حبيت أختم فيه لأن دمشق آمنة وزير الداخلية النمساوي يطالب بترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان طبعا هذا عبارة عن اقتراح اقترحه وزير الداخلية جرهات كارنر بالمؤتمة عفوا بلقاء المفاوضية الأوروبية في بروكسل الأسنين الماضي ضمن لقاء لوزراء الداخلية في أمل لمناقشة يعني سياسة هجرة جديدة على المستوى الأوروبي يعني هذا الكلام نحن شو ناخد منه أن النمسا ما عنده مشكلة تتعامل مع الأسد المجرم تتعامل مع أي أحد مقابل أنها تحاول خلينا نقول حزب الشعب تحديدا ما نقول النمسا أنه حزب الشعب ما عنده أي مشكلة يتعامل مع الأسد أو غيره من الدكتاتوريات باعتبار يعني بتعاملهم مع العراق بتعاملوا مع مع إيران بتعاملوا مع كتير من الأنظمة الدكتاتورية والقمعية وإضافة يعني ملفات يعني سابقا مع روسيا وغيرها فالنمسا يعني حزب الشعب له باع طويل بهذا الملف فعندما تقول النمسا عندما يقول وزير الداخلية أننا نريد ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا لأن دمشق آمنة هذا الكلام يعني دليل على أن الأمور مقبلة على شيء ما فبالتالي فبالتالي أكيد أكيد لن يتم ترحيل يعني حتى لو اعتمد هذا القرار لن يتم الترحيل الإنسان المحترم الإنسان المندمج الإنسان الذي يتعلم لغة الذي يعمل على الحصول على فرصة عمل الإنسان الذي يعمل على التكامل مع هذا المجتمع الإنسان الذي يعمل على بناء عائلة الإنسان الذي يبحث عن الأمن والأمان بشكل حقيقي وليس الإنسان الفوضوي والمشكلجي والذي يتواجد بالمحطات ويتواجد بالحي العاشر هنا وهناك وحالات طعن وضرب وخبط وسر أو نهب وحريء وكذا لا هذا يتم ترحيله يعني أنا لو تسألوني أنا كأحمد بوران أنا ما ترحيله فورا أنا يمسكوا من هنا يرجعون عند الأسد لأنه هذا عقلية الأسد عقلية الإجرام عقلية العنف عقلية التطرف عقلية الإرهاب لا يحملوا حالكم ورجعوا عند الأسد إحنا مع هذا القرار إذا كان هو فعليا برحل هذه النفسيات المريضة فأنا أدعو وأدعو المشاهد والسوري المحترم والذي ثار على نظام الإرهاب في سوريا والمنظمات الإرهابية كافة المنتشرة على كامل التراب السوري أن يعيد بناء وإنتاج نفسه في هذه الجغرافية الجديدة ويعمل على بناء شخصيته وبناء واقعه بشكل حقيقي لأن الأمور حتما تتجه يوم بعد يوم إلى الشكل الأصعب من ذلك طبعا وزيرة المناخ ليونورك فيسلر من حزب الخضر عارضت هذا المقترح من وزير الداخلية قرهت كارنر ترحيل اللاجئين السوريين إلى دمشق أو الأفغانيين إلى كابل قالت أن هذا الكلام عبارة عن بالون سياسي وبالون إعلامي وهرتقات سياسية وهرتقات إعلامية يقوم بها السيد نيهامر ليكسب بعض الأصوات في الانتخابات المقبلة